جانب اخر وصلت الى مطار سيئون الدولي طائرتين تحملان 341 من العالقين اليمنيين في دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية واضح مدير عام مطار سيئون الدولي عليب كثير بان الرحلة الاولى لطيران سيف اير وصلت الى المطار على متنها 193 مسافرا والثانية لطيران الخطوط الجوية اليمنية وعلى متنها 148 راكبا مشيرا الى ان استقبال هاتين الطائرتين يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستمرارا لتنفيذ البروتوكول التنظيمي الذي اقرته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ وتسهيل الحكومتين الاماراتية والمصرية بموجب الاجراءات المترتبة لاجلاء العالقين اليمنيين ولفت بكثير الى ان الرحلة القادمة من دبي تعد الرحلة التاسعة التي تم استقبالها في مطار سيئون وعدن منوها الى انه تم اجلاء حوالي 685 عالقا في الرحلات الثمان السابقة ترجمة نانسي قنقر